فتحت المواجهات بين إسرائيل وقطاع غزة والتصعيد الأخير في القدس والمسجد الأقصى جبهة جديدة بتأجيج التوتر بين اليهود الإسرائيليين والعرب في الداخل الإسرائيلي حيث شهدت العديد من مناطق مدن الخط الأخضر مواجهات دفعت الرئيس الإسرائيلي رأوفين ريفلين للتحذير من حرب أهلية أما وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانتس فأكد أن الانقسام الداخلي لا يقل خطورة عن صواريخ حماس وفق تعبيره إذن يصل القلق للمسؤولين الإسرائيليين على وقع توترات عدة شهدتها الأيام الماضية فقد شهدت مدن في أراضي 48 مواجهات متبادلة بين سكانها العرب واليهود في السياق يقول شهود عيان إن الإسرائيليين يضعون إشارات على المنازل العربية في مدينة اللد لتمييزها ومهاجمتها سياسيا وجهت الاضطرابات في الداخل ضربة قوية لجهود يائير لابيد المكلف بتشكيل حكومة جديدة إذ قال الزعيم حزب يامينة اليمني نفتالي بينت إنه تخلى عن فكرة الائتلاف الحكومي مع لابيد واستبدال رئيس الوزراء الحالي بن يامينة تنياهو بينت أوضح أن الصراع الداخلي الحالي سيجعل مثل هذه الحكومة غير ممكنة في ظل الحاجة إلى دعم النواب العرب للحصول على أغلبية برلمانية وفقا لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية قدر عدد السكان العرب في عام 2019 بنحو مليون وثمانمائة وتسعين ألف يمثلون واحدا وعشرين في المئة من السكان يعيش معظمهم في إسرائيل في بلدات ومدن ذات غالبية عربية أبرزها الناصرة وتقع في الجليل ويقطونها نحو خمسة وسبعين ألفا رهط شماليا النقب ويقطونها أكثر من ستين ألفا أم الفحم ويقطونها أكثر من واحد وخمسين ألف الطيبة ويقطونها أكثر من أربعين ألفا أما اللد فيقطونها أربعون ألفا وتعتبر من المدن المختلطة التي يقطونها عرب ويهود مثلها مثل يافا وحيفا وعكا وهكذا ينعكس الصراع الإسرائيلي والفلسطيني بارتدادات على الداخل الإسرائيلي تطورات دفعت نتنياهو للقول إن إسرائيل تواجه جبهتين داخلية وخارجية دون التفريقة بين أحداث مدن الخط الأخضر والصراع على جبهة قطاع غزة